توني مونير بيقول يا أستاذ معتزة عندي السفسار انت مبارح جبت واحد بيسلم انت بتقول يعني يلا هيجوا تاني واضربوا بعض ما اللي بيسلم يسلم مش لازم نصلت الدوق عليه عشان الاحتقان انا مش فاهم ايه الحكاية ارجو منك الرد المشهد او تقرير الاذعنام بارح اللي كان في الازهر ده مشهد بيتكرر كل يوم في مشيخة الازهر وكنا هناك لتغطية المظاهرة والوقفة اللي حضراتكم شفتوها وصدفنا هذا المشهد وكان التساؤل زي ما تساؤل كل يوم قبل ما نعرض اي موضوع لحد اردكم نعرض ولا ما نعرضش ولكن استنينا سنة ونتمنى ان تكون سنة حسنة من بداية هذا البرنامج اكتر حاجة بالضاعف المرض ان احنا نعمل نفسنا مش شايفينه ونتجاهله ونقول لا وزي ما قال عادل امام في النوم في العسل الكاتب الكبير وحيد حامد لما قالوا في الدم المراية انا جامد انا جدع انا قوي طول الوقت بنقول كده وجزء كبير من احتقان الطائفي اللي احيانا بيظهر في مصر وبيحاول بعض الناس اللي مش من مصلحتهم مصلحة هذه البلد او مش عايزين مصلحتها انهم يلعبوا عليه اللي هو محاولة الاخفاء وتكبير الامور لا يوجد دين في الدنيا اي ان كان هذا الدين يتأثر بخروج فرد او انضمامه اليه خلوها واضح اقصدكم لا الدين المسيحة هينقص بواحد بيسلم ولا الدين الاسلامي ولا الدين اليهودي ولا اي دين بيتأثر بشخص ينتقل لمكان اخر خلوا افقنا اوسع من كده الحكاية ما تنفعش بهذا الشكل خلونا نواجه الامور بشكل صريح وعدناكم ونتمنى ان احنا تساعدون عشان نفضل عند هذا الوعد لان نكون يوم زي النعام نحط راسنا في الرمل فيه ناس بتسلم فيه ناس بتسلم بتقولوا فيه ناس بتتنصر فيه ناس بتتنصر هي دي الحكاية وهو ده الوضوح عشان نخفي راسنا في الرمل وعلى ذكر هذا الحديث انا استنيت فترة الاعياد تخلص واكتر من كاتب كتبوا في هذا الموضوع اللي هتكلم فيه لما حصلت المشكلة اللي حصلت بتاع قطع اذن مواطن مصري مسيحي وانا بازع من ان هي كانت فخناء وعندي تأكيد على كده ولكن الموضوع خد اكبر من حجمه شيخ الازهر بنفسه استقبل هذا الرجل ورداه وتعامل مع الموضوع بشكل كبير درجة ان الرجل نفسه تأثر واعلن ان هو قابل للاعتذارات كلها لانها كانت على اعلى مستوى ايضا لما يحصل موضوع زي قلنا ابنت حاسب من اول بداية الثورة لما يحصل موضوع زي قتل وحدة وولدها بعد سبع سنوات من اسلامها برضو ده موضوع غلط وما ينفعش ويجب على كبار القيادات الكنسية في هذه البلد انها تعلن اعتذارها عشان تهدي النفوس وعشان الناس تحس ان فيه غلط ما ينفعش ان تتجاهل هذا الموضوع الكبار هنا وهنا عليهم عامل كبير في هذا التوقيت يجب ان نعتذر عن اي اخطاء تعكر الصف بلدنا محتاجة ده ولما يجي البابا شنو ده او من ينوب عنه ويعتذر عن هذا الفعل ده لا ينتقس منه ولكن قد يكون فيه شيء من تطيب خاطر الاخرين مش احنا بنقول واحد عايزيني اسكت وما اتكلمش هسكت ولكن من امتى الدنيا مشهد بالسكات ما ينفعش اسكت وما ينفعش تسكت ولكن ما ينفعش نخون بعض اطلاقا تأكدوا ان مصلحتنا واحدة اللي بيقولوا على ان الهدفهم ان احنا نسكت مش قادرين نسكت ولكن ميتنا خالصا ربنا ان تبقى كل شيء بشاففية ووضوح في هذه البلد واني نيجي عند الجرح ونفتحه ما نقفلش على صديد نفتحه ونقول نعتذر عن خطأ هنا ونعتذر عن خطأ هناك وزي ما قال صفت عبغاني الشيخ صفت عبغاني او الدكتور صفت عبغاني واقدره ان احنا بنتحاسب كبلد من بعد الثورة كل الاحداث اللي لعب فيها النظام السابق او تواطأ او تعاملة لاشعال فتنة عشان المركب تسير ويغطي يعمل خناء او ودخان عشان المركب تمسي في سكة تانية ما حدش يحاسب اخوه عليها في البلد ولكن نتحاسب من ساعة ما بدأنا ثورة حقيقية على كل شيء خاطئ في هذه البلد وعشان كده بنتحاسب من هذا التوقيت الكبار وزي ما الجماعات في ابو ارقاص كان لها دور عظيم ويوم يشهد عليه المسيح قبل المسلم عشان تهدئة الاحداث بعد اللي حصل فابو ارقاص مش عايز اتكلم فيه تاني الناس هدوا وعملوا مجهودات كبيرة ايضا الجانبين المسلم والمسيحي عليه دور كبير ويا توني سامحني ارجو انك تسامحني ان انا مش هقدر اخب رأسي في الرمل اللي بيحصل هنقوله ولكن بدون اي اهداف اخرى وربنا شاهد